سوق الإي ليرنينج دلوقتي بيش هتطور كبير جدا وزيادة كبيرة جدا في التحول لاستخدام تكنولوجيا التعلم الإلكتروني خصوصا في 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا وتحول كل الجماعات والمدارس أنها هتشتغل أونلاين نتيجة لده التواقعات العالمية بتشير بأن الماركت شير بتاع الإي ليرنينج على مستوى العالم هيوصل حوالي 500 مليار دولار في الفترة من 2020 إلى 2024 وللأسف أحد الاعتقادات الشائعة أن الإي ليرنينج هو حاجة زي برنامج الزوم مثلا اللي انتشر استخدامه بشكل كبير الفترة الماضية لما الدراسة توقفت في معظم المدارس والجماعات ومراكز تدريب ولكن الحقيقة أن ده جزء بسيط جدا من منظومة الإي ليرنينج أنا أحمد فكري مدير مركز تميز التعلم الإلكتروني معها تكنولوجيا المعلومات والفيديو ده هو مقدمة بسيطة عن مجال الإي ليرنينج وهو ليه مهم؟ إزاي بيتم تطوير المحتوى؟ ولو أنت حايل تدخل المجال ده إيه هي جوبور فايلزر مختلفة والمهارات المطلوبة لكل واحد فريع العمل في مجال تطوير المحتوى؟ الإي ليرنينج أو الإلكترونيك ييرنينج هو استخدام وسائل التكنولوجيا في توصيل أي محتوى تعليمي أيا كان محتوى مدرسي جامعي كورسات تدريبية في أي مجال حتى لو عايز أوصل محتوى مكتوب في ورقة واحدة لمتلقي واستخدمت في توصيل ده وسائل تكنولوجيا أصبح ده إي ليرنينج زي إيه؟ الموكس المذب أوبن أونلاين كورسات ودي منصات عليها كمية كبيرة من الكورسات أغلبها بيكون في شكل فيديو زي كورسيرة ويودمي ومعارة تيك المالتي ميديا بريزنتيشن مثال الباور بوينت اللي بيستخدمه المحاضر أو المعيد أثناء الشرح وبيبقى مغالبا مدعم بصور وفيديوهات بتساهل توصيل المعلومة الليرنينج سيميوليشن زي مثلا نحن نعمل محاكاة لتجربة هتم في معمل زي التجربة الكيميائية أو تركيب الدوائر الكهربائية بعدد لا محدود من المرات وده طبعا بيوفر تكلفة كمان بيبقى أمن لو التجربة ديت لها مخاطر أو side effects الانتر اكتف كونتين زي مثلا خارات الجرافية مثلا إننا ممكن نعمل زوم إن وزوم قوت على خارجة لدولة ما معرف معلومات أكتر عن المدن المهمة تم ضغط على اسم كل مدينة ايديوكيشنال جيمز وده الألعاب اللي مش إبس غرضها الترفيه ولكن بنبقى عايزين نختبر بيها مقدار معرفة معين فكل لما الشخص بيلعب ويجيب سكور أكبر ويوصل للمراحل أكتر ده بيدي مؤشرات إنه عنده نولد جاكويسة في المجال ده الفيرشال كلاسروم اللي بنستخدمه لما يكون فيه صعوبة إنه المحاضر المتلقي يتجمعه في مكان واحد فيزيكا لأي سبب زي مثلا إن كل واحد في بلد مختلفة أو بسبب الإبراءات الاحترازية الانلاين شات وده بنستخدمه لما يكون محتاجين نعمل مراجعات ونتناقش في أي حاجة بعد وقت المحاضر الرسمي في نفس الوقت الفيديو كونفرنس وده بنستخدمه مثلا لو الطلاب محتاجين يتناشوا سوا في مشروع مطلوب منه الديسكاشن فورم هو حاجة شبه الشات بالضبط بس مش شرط إن الناس كلها تكون موجودة في نفس الوقت الانتر اكتف وايد بورد وده ببساطة صبورة تشتغل بتسمح إنها تسجل كل المحاضر بيكتبه وممكن الطلبة ترجع له بعد المحاضرة فباستخدام الإي ليرنينج في العمليات التعلمية نغفرنا وقت ومجهود وفلوس لأنه مش محتاج رسورس كتير عشان أوصل للمعلوم وأصبح المحتوى موجود أونلاين بشكل دائم يقدر الطالب ساعتها يشوفه في أي وقت طبعا فيه ناس بتفتكر إن الإي ليرنينج هو الطريق الوحيل للتعلم طالهم الفواد بتاعته كتير بس الحقيقة إن ده طريقة من طرق التعلم صحيح هو مناسب لأنواع محتوى كتير بس فيه محتوى تعليمي وأهداف دراسية بتتطلب التواصل المباشر ما بين الطالب وبين المعلم مثال المعرفة اللي بتتطلب تقييم المهارات الحركية زي تعليم بعض الرياضات وهنا بيظهر دور البلندد ليرنينج اللي بندمج فيه طرق توصيل المحتوى ما بين الترديشنال ليرنينج وما بين الإي ليرنينج وساعتها ما بيبقاش شرط إن كل محتوى العلمي يتقدم في شكل إي ليرنينج ولكن بنختار إيه هي الأجزاء المناسبة ده وإيه الأجزاء التانية اللي بتتوصل بالطريقة التقليدية فيه ملحوظة مهمة هنا لو المحتوى تقدم باستخدام الإي ليرنينج ووصل للطالب في وقت وبتكلفة أقل وبصورة تعليمية أفضل وأسهل هنا نقدر نقول إن المحتوى دوت كان مناسب إنه فعلا يتقدم باستخدام الإي ليرنينج وكمان تصميم المحتوى دوت تم بشكل جيد جدا عملية تحويل المحتوى التقليدي إلى محتوى الإلكتروني تفعولي بتسمى E-Content Development مرحلة تطوير المحتوى ديت ما بتبدأش على طول قبلها لازم يكون معاً المحتوى متراجع من خبير المادة العلمية أو شخص متخصص المحتوى دوت بنستلمه في أشكال كتير كتاب مطبوع ملف PDF محاضرات مسجلة أو PowerPoint presentation أول شخص بيبدأ في Development هو Instruction Designer ومصمم بالمحتوى التعليمي اللي يبتدي يتخيل ويقوم بتحليل المحتوى اللي في إيده إزاي المحتوى دوت هيوصل للطالب هل بيستخدام فيديوهات ألعاب تعلمية محتوى تفاعلي بعد كده بيكتب تصوراته في Word Document اللي بنتطلق عليها الستوري بورد الستوري بورد بيكتب فيها الإيد الرواية الصوتية وإيه هو الكلام اللي هيتقال والشرح للمحتوى وبيبصف إيه هي الأشكال والرسومات اللي هتظهر عند كل اللحظة الستوري بورد ديت هي التفاصيل والتصور اللي هيمشي عليها فريق العمل من بعضه علشان كده شخص زي الانستوريكشن ديزاينر محتاج يكون عنده أولا مهارات إبداعية عالية جدا في التخيل وتنفيذ طريقة مناسبة لتوصيل كل معلومة ثانيا أنه يكون متوفر فيه جوانب المدرس الشوطر اللي بيعرف يشرح بشكل وسيط لأي مرحلة عمرية ثالثا مهارات الكتابة والوصف التكنيكال رايتم لأي مادة علمية لأن الانستوريكشن ديزاينر الشوطر هو اللي بيشتغل على أي محتوى علمي مهما كانت صعبته تاني الشخص بيبدأ بعد الانستوريكشن ديزاينر في الإي كونتين ديولومنت هو المصمم الجرافيكي أو الجرافيك ديزاينر وده بيكون دوره تصميم الشاشات التعليمية بناء على الستوري بورد اللي استلمها من الانستوريكشن ديزاينر هنا بيزيد على المصمم في مجال الإي ليرنينج مهارات تانية تكون عنده زي مثلا أنه يكون بيعرف يرسم ويختار العناصر والألوان المناسبة لطبيعة كل مادة وإزاي يخلي المحتوى على شاشة مقروق وشكل المحتوى العلمي جذاب للفائل العمرية المقدم لها المحتوى ده تبج جانب مهاراته في استخدام برامج زي الفوتوشوب والإلستورياتور والإن ديزاين لو كان المحتوى دوت فيه شخصيات أو عناصر صوريات الأبعاد ساعتها هنحتاج أن المصمم دوت يكون سري دي مودلينج سبشلست وبيعرف يستخدم برامج متخصصة في السري دي زي مايا والسري دي ماكس بعد كده على حسب طبيعة كل محتوى بيجي أدوار مختلفة في الإي كونتين ديفولومنت زي مثلا لو المحتوى عبارة عن محتوى تفاعلي أو ليرنينج سيميليشن أو إيديكيشنال جيم فاحنا أكيد هنحتاج إي كونتين ديفولومنت مطور المحتوى الإلكتروني وده الشخص اللي بيكون بإخراج المحتوى بشكل تفاعلي سواء بيستخدام الأوسرينج تول زي الأرتكريات ستوريلاين أو أدوبي كابتيفيت أو بيستخدام لغات برمغة زي الـ HTML, CSS, JavaScript لو المحتوى فيه رسوم متحركة فده بيتطلب أو جرافيك أنيميت اللي بيستخدم برامج زي لو فيه رسوم متحركة لشخصيات كارتونية فده بيتطلب واللي بيستخدم برامج زي صوت الرواية الصوتية ممكن يثم من خلال من خلال برامج زي أو ممكن كمان نحتاج Voice Over Narrator وهو المؤد الصوت للكلام اللي بيشرح المختوى اللي موجود في الستوري بورد واللي مهم طبعا يكون اختيارنا ليه متناسب مع طبيعة المادة والفئة العمرية ويدير مرحلة الـ E-Content Development كل من الـ E-Content Production Team Leader وده بيكون مسؤول عن التنصيب من أفراد فريق العمل واستلام وراجعة التسكس المختلفة ومن أهم المهارات اللي مفروض ده كون موجودة عنده الـ Time Management والCritical Syncing فأكده بيجي الـ E-Content Production Manager ودواتي المسؤول عن وضع خطة العمل لفريق العمل كل ومتابعة سير دورة العمل ومن أهم المهارات اللي مفروض ده كون موجودة عنده الـ Planning Skills وال Communication Skills في الـ E-Learning تطوير المحتوى بيتم ببرامج تكنولوجية وكمان توصيل المحتوى برضو بيتم باستخدام التكنولوجيا فمثلا وصول المحتوى للمطلق ممكن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو على غيب سايت عادية أو على تطبيقات موبايل وكمان ممكن المحتوى بتاعنا يتحط على Learning Management System أو نظام إدارة التعلم وهو نظام بيديري العملية التعليمية ما بين الطالب ما بين المعلم بيوفر للمعلم مكان يتحط فيه المحتوى بتاع مدده مكان يتحط فيه الامتحانات اللي بتكون في شكل إلكتروني برضو بيسهل عليه عملية التصحيح وتجميع الدرجات وأنه هو يبعد فيد باك يتطلب بتاعه بسهولة كمان بيوفر للطالب إنه يلاقي المحتوى بتاعه بسهولة ويرفع إجاباته ومجاباته في مكان واحد ويقدر يتناقش مع سمايله ويتبادلوا الأراء عن طريق الديسكشن فورم كل دوت بيوفر وقت موجود يوصلنا لجودة أعلى من العمليات تعليمية التقليدية بيخلي المعلم يركز أكتر في توصيل المادة العلمية بدل الانشغال بالمهمات الإدارية الشخص المسؤول عن إدارة النظام وإحطاء الصلاحات للمستعدمين اللي بيحل المشاكل اللي ممكن تظهر للطلاب أسنان عمليات تعليمية بيطلق عليه الـ LMS Administrator ولازم يكون بيعرف يستخدم أكتر من LMS زي موديل وبلاك بورد أما الـ LMS Coordinator هو الشخص اللي بيبقى دوره إداري أكتر منه التقني هو اللي يبينشي الكورسات هو اللي بيعمل عملية الانرولمنت للطلاب ولا يتحكم ويقول إن الطالب دوت من حققه يشوف الكورس دوت أما الـ LMS Developer في نظام قدرت التعلم فده بيبقى دوره متقدم جدا لو احتاجنا مثلا إحنا نطور أو نغير في وظيفة من الوظائف الأسية للـ LMS ولازم يكون الشخص دوت ملم بلغة البرمجة اللي يتعامل بيها الـ LMS اللي في الأغلب بتكون BHP وMySQL مؤخرا بدأنا نسمع عن بعض المصطلحات زي Intelligent LMS أو Adaptive Learning Management System وده إننا عن طريق بعض المجالات زي Data Science والArtificial Intelligence بنيطر نجمع داتا أكتر عن الطالب لطريقة استدامة لـ Learning Management System وبيخلينا نعرف نعمل لـ Learning Style وبناء على ده نقدر نظهر محتوى مختلف ومناسب للطريقة المفضلة لديه في التعلم طبعا فيه شركات كبيرة جدا شغالة في مجال سواء في مصر أو منطنة الشركة الأوسط سواء كانت الشركات ديات الكور بيزنس بتاعهم أو حتى مؤخرا بقى فيه شركات الكور بيزنس بتاعهم مالوش دعم بالـ Learning ابتدوا يبنوا الـ Learning جانوية بالـ Learning دبارة متعندهم علشان تبقى مسؤولة عن تطوير المحتوى التدريبي لموظفين الشركة وطبعا فيه منهم شركات وده فتح فور الشغل كتير مميزة اللي عاملين بالمجال من أكبر الشركات المحلية اللي بتشتغل في مجال شركات زي نهضة مصر المؤسسة المصرية الحديثة اللي هي سلاحة التلميذ وفيه كمان وحدات التعلم الالكتروني داخل الجامعات المصرية بجانب الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني هنلاقي برضو فيه شركات عالمية زي IBM وامازون وفاليو وشنايدر من أشهر في الـ Learning ودي عليها كتير من الخاصة بالمؤتمرات الدولية اللي بتنظمها وفيه كمان ومن أهم الكتب والمصادر في مجال E-Learning هنلاقي The E-Learning Handbook E-Learning and the Science of Instruction